قام لنا النهاردة مطرد كبير جدا. اه تطريح اللي عضو لاجلة المسابقات بالاتحاد الافريكي لخورة القدم الكاف. فضل. هو الغاني الحاج جوالة. الحاج جوالة النهاردة انطرد بتطريح مهم جدا. اه نكدن وكالات. وقال لك اه السلام نختبر الزمالك بيطالب فيه بتعديل دعاء دورة افريكا. من يوم ستة اليوم تمانية لكن فيتم رضب الطلب علشان الوقت بتحدد يوم ستة والزمالك لما تحدده المباراة الهياب امام آآ كريق الرضاء يوم واحد آآ لوفمبر رعينا مسألة آآ آآ ايام الراحة بين الدور نصف النهائي وبين الدور النهائي. يعني كده الكاف هيرفض جواب الثاني ويدا انفراد دينا خلال ايام هيخرج الكاف يقولك رضب طلب الزمالك ان مباراة النهائي يتيبها يوم ثمانية بدل يوم تسة. الكاف بيقولك وعلى الثاني الحاج جوالة يقولك لما جينا اختارنا يوم واحد احداشر علشان مباراة الهياب امام الرضاء. شكرا العشر. شكرا العشر. فترة الراحة بين الدور نصف النهائي وبين الدور النهائي. يا استاذ علاء شوف الاهلوية عارفين بيعملوا من اول الجواب ما تكتب الاهل طلع كلمة ونص. الاهل ليس ضرفا في ازمة مباراة الزمالك والرجاء. يعني يا اتهاد يا افريقي انا معادي بتاع النهائي مليه دعوة بي. مقدس اللي يقرب منه هو هر. خلص الكلام. يا حبيبي انت مبارح شرحتها. وقلت الناس شكروا ادارة الزمالك قبل ما يشكروا الكاف. الاهلي لما حصل اني قيل انه هيتأجل النهائي لما قاله يا خالد. يا خالد الانسانيات اهم يا خالد. راح قال له طب يا سيادة المستحمار حضرتك دلوقتي لما يتأجل المرج ما ينفعك النهائي يوم بيوم ستة. قال له لا ما تقلقش يا خالد. قال له طب نفترض الاتحاد الافريقي صمم. فالمستحمار قال له ايه. قال له ومين قالك اننا على عب يوم ستة يا خالد. الاهلي بعد البيان ده. بعد التصريح ده على ضول. رغم انه ده مع زوله مليوش ايمة. الاهلي قالك ايه من باب الاهطياب. الاهلي ليس لنا علاقة بأزمة الرجاء والزمالك. وبيتمنش شفاء لكل الناس على مستوى العالم. قال له مش طرف. فخلاص الاهلي طلع من الليلة. لا تقدر تلعب في يوم ستة. ولا تقرب منه في حالة سعود الاهلي. اما وان الاهلي صعد. كان لازم جوا الحج جوانة. ربنا يدينه الصحقة. لان الحج جوانة هي. انت متأكد انه راح زار البيت الحرام. يا عم الناس. الناس في افريقيا بيقولوا الحج ده لقب والله اسم. ما تفتحناك. طب يا عم. الحج جوانة ربنا يدينه الصحقة ويقبل الحجة بتاعته. كان لازم يصرح كده لان جوانة عارف ان في النهاية في اضراف تلاتة. الكاف الاهلي. الزمالك ان شاء الله. الزمالك. يا حبيب. انا مالي. انا بالنسبة لك. اخترت لك يوم واحد. واللي هي يوم ستة. وراعت لك اخترت الراحة بين المباراتين. بس خلي بقى. بس خلي بقى. خلي بالك الناس بتقول لك خلي بالك ما في الحج ضيوب بتاع سحل العاج مكنش حج. اش عرفنا ان الجوالي راح زار بايت الله الحرام. اول حاجة الحج ضيوب لو كانت بتاع السحل العاج كان بتاع السلغاز. بقى يا عم بتاع زنبيا. اي حاجة. بس راح الحج. يا عم لو ما كانت راح ربنا يا كريم ان شاء الله ويروح. الحج احمد احمد راح الحج. اه لا راه لا راه لا راه لا راه. معنا يا جماعة اللي حج جواله رجل قال النهاردة تصريح خلي بالك ما هو ده اللي مخلي حالة الغضب زايدة على الصفحات المحترمة اللي غير مأجورة الزمالكوية الاصلة النضاف الاشراف. لانك انت تورق بالدنيا. وربنا يستر يا بص يا علاء اوعى تقول لي اوعى تقول لي اوعى تقول لي انا ديني راجل اعباعلن هالك اهو. اتمنى ان شاء الله يوم واحد نفرح والزمالك يصعد. اوعى. ماشي بس اوعى تقول لي انك انت حتى لو يعني عندك نسبة صعود الزمالك 80 ثمانين في المئة مش الان. الان ولا مش الان. بص ايا كانت النسبة. الان ولا مش الان. الان صمعا. ايه. اللي جاب الالأ مين. اللي جاب الالأ مين. التأجيل ولا خوفك عالزمالك. ولا كنت راه انتك ان الزمالك عيفوز اتنين صفر. عشان كده لما هم ابتاحوا وبدأوا ايه ويعيدوا عوراقهم والكلام ده كله لا طبعا الامور مهلية لاني هدف واحد برضو مش مش مطمئن. حتى لو انت فايت بهدف ده مش مطمئن. يعني ممكن اقدر الله عشان كده دايما دايما بقولي يا خلينا المحطة اللي جاية لكل المصريين المحترمين اهلوية وزمالكوية ان نشجع الزمالك يوم واحد حتى يكون في النهائي. بعد ما يوصل الزمالك النهائي كل واحد يا عم لي نبي صلي عنده. ده تمام ده تمام. طيب عشان صاحبك قرى بيطلع على القناعة كانت روح تسمعه وترجع لنا تاني. هل لديك اي اخبار اخرى? اه رجائي اخبار. اه نادي شمال المحمودية المغربي. اه. اه ان شاء الله ناوي بعد اه نهاية نشوار الزمالك دورة طلب رتيا. اتقدم طلب رسمي لضم اه المغربي. هلو? ايوة سامعك. اه محمد اناكم. اتقدم طلب بضم المغنبي المحمد اناكم. اه عندنا برضو خبر تاني ان سبيل الرجاء اخد قرار ان هو يحضر للقايرة يوم اربع. اه طبع مباراة مع الزمالك يوم واحد من شهر موفمبر. الاربع اللي جاي هيحضر للقايرة ويبدأ الابتعداد من مباراة الاياب امام الزمالك. اه مباراة الزمالك المهاردة شاهد مشارك ازيزو اه محمود علاء اه اه محمود علاء اياب. اه لان كان عمد تأهيل تأهيل منفارد يعج. بعيدا عن التجهي الجماعي. اه ويزيدو الشارك بعض مكان اه بيعمل سهيل. وعند ده ما اقدر عبت الزمالك يحتفل بيعيد ميلاد طريق حامد. اه وفيه صورة ممكن ابعطها خضرتك حالان دلوقتي. اه وطارق حامد بيحتفل بعيد ميلاده. بعتها لا. والكابت نحمد سليمان. والكابت نحمد سليمان بعت له تحية. والعيد ميلاد سعيد للنجمين طارق حامد وعبد الحليم علي. وانا عايز اقول لطارق حامد كل سنة وانت ضايب يا نجم. وحبيبي الخلوق العندليب عبد الحليم علي كل سنة وانت بمليون الف خير يا كابتن عبد الحليم علي. اه طبعا كل سنة هم طيبين وطبعا طارق حامد اه علاقته طيبة جدا جدا بي اه جمعيل الزمالك وغالبية جمعيل الزمالك النهاردة اه احتفلت بعيد ميلاده طبعا وقدمته التعليقه. اه النهاردة اه باتشيكو طبعا خلاص اه مباراة الزمالك والاسماعيلي. ان شاء الله باكر 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 لتنين يعني. هتبقى باكر ان شاء الله لتنين. اه طبعا النهاردة اتكلم مع العيبة مرق تاني. اه ثم اتقالت مباراة اه لاسماعيلي في الساوي. وطبعا اتكلمه مهم حاجة الماركز التاني. وكان مع مصطفى محمد النهاردة. اه جلسة منفردة. وممكن يعني فيه افكير كده انا ممكن طبعا محمد بيبدأش اه مباراة اه الاسماعيلي. يحتفظ به يعني على تكرة البدلاء. اه يعني وزير جزء من المباراة بحاس ان هو ياهله طبعا لي اه مواجهة اه مواجهة الرجاء ان شاء الله. انها تقام يوم واحد اه اه نوفمبر باذن الله. اه طبعا برضا افكار دمين الزمالك ان مصطفى محمد اه لا قدر الله لو خاد انظار فيه مواجهة الرجاء مش هيقدر يشارك في النهاية في حالة تاول الزبائل. فبرضو اه الموضوع ده دي ما نتكلم فيه بقى لما ايجي اه مواجهة الرجاء ونتكلم على اللعيبة المهددة بالغياب ان شاء الله لما نقرب مقارنة الرجاء. لكن وقته افضل مع مصطفى محمد ومباراة اسماعيلي بتشيكه. و المؤشرات كلها بتقول ان ممكن مصطفى محمد بيبدأ شركاء الاسماعيلي. وده يتدخروا طيب الزبائل طلع الحاقه بقى. تمام تمام بش. وابعت لرسالة بقى لو في حاجة تستحقها يستعلق عليها. ان شاء الله. ان شاء الله. اها سورة يا جماعة بيحتفل طريق حامد بعيد ميلاده. كل سنة وهو ضيب. شكرا لعلوة. شكرا لزعبد الله. وبختصر عشان ام الشحنة بيخلص. انا اللي بختصر بتعمل تحكي حواضيتك من اما كنت. خلاص انت اه ماشي يا حامة ماشي. يا عب واحد بعدني نرسله انك الحاجة ضيوف طلع مش مسلم اصلا ارحمنا. الله يستهينده بقى الله يستهينده. ماشي يا عم. ماشي. انت دغت بس لما سمعت المرتبة هاد دغت. لا والله ابدا. ابدا. يلا شوفوا يا عم بيقوليها. بيفدتي وليها.